على الرغم من التطور الكبير في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية لا تزال العديد من شعوب العالم وحتى في الدول المتقدمة تتبع تقاليد غريبة في مراسم الزفاف ناتجة عن معتقدات متوارثة عبر الأجيال وتشكل هذه التقاليد والعادات الهوية الوطنية للشعوب والتي ترفض التخلي عنها لتنتقل جيلا بعد جيل منذ مئات وربما آلاف السنين 1- سكب الطلاء على العروس في سكوتلندا للاحتفال بأسعد يوم في حياة المرأة يقوم أصدقاء وأقارب العروس بجمع كل الأمور السيئة التي يمكن أن تتخيلها مثل الحليب الرائب والأسماك النافقة والأغذية الفاسدة والقطران والصلصات والطين والنقانق وغيرها في دلو ثم يسكبونها على رأس العروس حيث يسود الاعتقاد بأن ذلك يشكل تحضيرا للعروس للتعامل مع أي مشاكل زوجية تتعرض لها في المستقبل 2- بكاء العروس لشهر كامل في الصين بالنسبة لكثير من العرائس تشكل التحضيرات للزفاف مصدرا للتوتر والاستنزاف العاطفي وفي الصين يصل هذا الأمر إلى أبعد مدى من خلال استعداد العروس لهذا الحدث بالبكاء فقبل شهر كامل بعد الزواج تبدأ العروس بالبكاء ساعة كل يوم وبعد عشرة أيام تنضم لها والدتها وبعد عشرة أيام أخرى تنضم جدتها لهذه المراسم وبحلول نهاية الشهر تكون كل أنثى في الأسرة تبكي إلى جانب العروس كتعبير غريب عن الفرح بهذه المناسبة 3- ضرب العريس على قدميه في كوريا تنص التقاليد الكورية بضرب العريس على قدميه بعصا أو سمكة قبل أول ليلة من الزواج وعلى الرغم من أن هذا التقاليد ربما يكون مؤلما بعض الشيء إلا أنه يجري على سبيل الدعابة وللتأكيد على أن العريس لا يخيب أمل أصدقائه في ليلة زفافه 4- تجنب استخدام المرحاض في اندونيسيا لا تقتصر التقاليد الغريبة على يوم الزفاف ففي اندونيسيا يجب على العروسين تجنب استخدام المرحاض لمدة ثلاثة أيام في شهر العسل ويتناول العروسان كميات بسيطة من الطعام والشراب لهذه الغاية وذلك حسب المعتقدات بأن ذلك يساعد على السعادة الزوجية وإنجاب الأطفال الأصحاء 5- تقليد سرقة الحذاء في الهند في بعض أجزاء الهند مطلوب من العريس خلع حذائه قبل التوجه إلى مذبح الزفاف وبمجرد فعل ذلك تعم الفوضى في حفل الزفاف حيث تنشأ معركة بين أهل العروس وأهل العريس ويحاول أهل العريس حماية الحذاء في حين يحاول أهل العروس سرقته وفي حال نجحت أسرة العروس في مساعيها لسرقة الحذاء يتوجب على العريس دفع فدية لاستعادته وإذا أردت تصور المشهد فعليك تخيل مباراة في الركب بين فريقين كل منهما يتكون من 300 شخص يمارس الرومانيون تقصا غريبا في حفل الزفاف حيث يقوم العريس باختطاف العروس أو يهرب العروسان دون موافقة والديهما وذلك بسبب الاعتقاد بأن اختطاف فتاة والبقاء معها لمدة يومين أو ثلاثة سيجعل منها زوجة بشكل رسمي تكسير الأطباق في ألمانيا في تقص غريب يطلق عليه بولت رابيند في أجزاء عديدة من ألمانيا يحضر المدعوون مجموعة من الأطباق الزجاجية كهدية للعروسين ليقوما بتحطيمها في محاولة لطرد الأرواح الشريرة من صوت تحطم الأطباق بحسب معتقداتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر